السلام عليكم خامس اليوم في الفيديو رح نحكي عن درس بعنوان مجموعات الغذاء الرئيسية في البداية يا خامس لازم نعرف أن الغذاء مهم جدا في حياتنا الغذاء مهم جدا في حياتنا ويجب علينا أنه نتغذى بطريقة صحيحة يجب أنه نتغذى بطريقة صحيحة في البداية نحكي عن فوائد الغذاء نحكي عن فوائد الغذاء ما هي فوائد الغذاء يا خامس؟ الغذاء له فوائد عديدة احنا في عنا اهم ثلاث فوائد لازم نعرفهم الفائدة الاولى من فوائد الغذاء رقم واحد انه يساعد على بناء الجسم ونموه نموا سليما اذا الفائدة الاولى من فوائد الغذاء يساعد على بناء الجسم ونموه نمو سليم اذا بيبني جسمنا بيبني عظامنا بيكون نمونا نمو سليم صحيح خالي من الامراض اثنين تقوية الجسم تقوية الجسم يعني ايش بيحافظ على الجسم يعني بيعمل الوقاية من الامراض تلاتة امداد الجسم بالطاقة اذا نرجع نعيد فوائد الغذاء للجسم واحد يساعد على بناء الجسم ونموه نموه سليما اثنين تقوية الجسم ثلاث امداد الجسم بالطاقة طبعا في عندي مجموعات الغذاء الرئيسية أهم خمس مجموعات لازم يا خامس كلنا نعرفها هاي هم مكتبين على جنب إذن أهم مجموعات الغذاء الرئيسية عندي خمس مجموعات المجموعة الأولى هي الفيتامينات المجموعة الثانية الأملاح المعدنية ثلاث الكاربوهايدرات أربعة البروتينات خمسة الدهون وفي الفيديو اليوم رح نحكي فقط عن ثلاثة اللي لونهم هايهم بالأورانج تحت يا خامس الكاربوهايدرات البروتينات الدهون هذو رح نحكيهم في الفيديو اليوم والفيديو الجاي إن شاء الله ورح نحكي عن الفيتامينات والأملاح المعدنية نبدأ في أول مجموعة من مجموعات الغذاء الرئيسية وهي الكاربوهايدرات يعني يا خامس لازم جسمنا يدخل لإله كاربوهايدرات ليش لازم يدخل لجسمنا كاربوهايدرات يا خامس لأنها مصدر رئيسيا للطاقة إذن جسمنا يا خامس يجب أن يدخل لإله كاربوهايدرات ليش؟ لأن الكاربوهايدرات مصدر رئيسيا للطاقة إيش يعني طاقة؟ هلأ إحنا جسمنا لما يكون في جسمنا في طاقة إحنا منقدر نروح للمدرسة منقدر ندرس منقدر نساعد ماما بالبيت تمام؟ فالكاربوهايدرات تمد الجسم بالطاقة طبعا من الأمثلة على أطعيمة تحتوي على كاربوهايدرات هي البطاطا، هاي مكتوبين بالأحمر يا خامس البطاطا، الماكرونة، الخبز، التمر، العنم فإحنا لازم نتناول هاي الأطعيمة لأنها تحتوي على كاربوهايدرات وإحنا لازم جسمنا يدخل لإله كاربوهايدرات لأنها مصدر رئيسيا للطاقة نيجي على المجموعة الغذاء الرئيسية الثانية وهي البروتينات أيضا جسمنا يا خامس بيحتاج إلى البروتينات ليش؟ لأن البروتينات تسهم في نمو الجسم وبنائه تسهم في بناء الجسم ونموه طيبعا البروتينات بنحصل عليها من مصدرين هاي مكتوبين باللون الأخضر يا خامس مصادر البروتينات عندي مصادر حيوانية وعندي مصادر نباتي هاي مكتوبين باللون الأخضر من المصادر الحيوانية اللي بتعطيني بروتينات مثل اللحوم الحليب والبيض ومن المصادر النباتية اللي بتعطيني بروتينات اللي هي المكسرات البقوليات لأن إحنا لازم نتناول هاي الشغلات عشان يدخل الجسم من البروتينات والبروتينات تساعد في نمو الجسم وبنائه نحكي عن المجموعة رقم ثلاث وهي الدهون الدهون يجب أنه يدخل إلى جسمنا الدهون لماذا؟ لأن الدهون تمد الجسم أيضا بالطاقة يعني جسمنا لازم يحصل على طاقة لحتى نقدر نقوم بوظائفنا نقدر نتحرك نقدر نروح للمدرسة نقدر نساعد ماما بالبيت تمام؟ الدهون أيضا يوجد لها مصدران مصادر حيوانية ومصادر نباتية يعني إحنا عشان نحصل على الدهون يجب أن نتناول الزبدة والسمك طبعا هاي من المصادر الحيوانية وأيضا عندي مصادر نباتية بتعطيني دهون مثل المكسرات وأيضا الزيتون تمام يا خامس لهم يكون أنهينا الفيديو إن شاء الله بنكمل بالفيديو القادم ويعطيكم ألف عافية